نحن في أزمة أخ مهند اللي صار حالي نادرة السماء السورية لأنه لا يوجد سيادة ولا يوجد دولة ولا حكومة اللي تحكم هذه الأجواء وزي ما تفضل جميع طائرات العالم فوق سوريا يعني نشاهد حتى القازفات البير والفول بلاك بيجوا من روسيا بقصف القازفات تعبر القارات الصواريخ اللي بتقصف من بحر قزوين من السفن طائرة بدون طيار الطائرات اللي ذكرها التقرير تبعكم كلها موجودة في وقسماء سوريا هناك أزمة كبيرة لكن خليني أقول هناك تنسيق أعتقد إسرائيل هي التي تدير معظم هذه التنسيقات هناك ضابط ضباط روس في القيادة والسيطرة في تل أبيب في الإسرائيلية وهناك اتصال خط ساخن بينهم بين الروس في اللاذقية في قاعد حميم فلذلك ممكن أن هناك يعني الأمريكان عطلوا لإسرائيل أن تكون عبارة عن وسيط في عملية تنسيق جميع هذه العمليات التي ذكرتوها بالتقرير وهي حالة خطرة الحقيقة لأنه فيه هناك ديلي تايم وهذا بذكرني في سقوط الطائرة الروسية معلش يبعيد عن الموضوع شوية من قبل الأتراك أعتقد لما الأتراك أنذروا الطيارة الروسية عدة باتصالات جوية طبعا ولم تتجاوب مع ذلك هذه الصوت التحذيرات التي أطلقت من تركيا مسجلة تكون بهذه الرادارات الإسرائيلية أو في اللاذقية أيضا السماء الروسية يعني مشتبكة بواسطة الرادارات التركية تغطي حوالي 800 ميل لأوروبا كاملة يرى الصورة كاملة ماذا يحدث فوق سوريا الوضع معقد لكن هناك شبه تنسيق لكن لا أعتقد أنه كافي أنا أستغرب لحد الآن يعني كفني أيضا مختص في هذا المجال كيف ما صار الصدام جوي أو صارت اشتبكات خفيفة بين هذه الطائرات يعني يبدو احتمال وارد ووارد جدا لأننا نتحدث عن طائرات تشق الأجواء بسرعة كبيرة جدا وتصل من مكان انطلاقها إلى مكان هدفها خلال دقائق إذا أحيانا ربما أقل من خمس دقائق حتى تصل إلى الهدف وبالتالي هذه الزحمة كيف يمكن السيطرة على عدم وقوة حوادث في الأجواء هناك يعني يبدو أن هناك في تفاهم بين الروس والأمريكان بقوانين صارم للطيارين حتى لو مرت طائرات قريبة منك خمسمائة متر أو بميل أن لا تشتبك محا وبزنس أجي جوال يعني كل واحد بطريقه يستمر في مهنته لكن هناك تقسيم يعني سوريا أيضا أعتقد أن نربطها أيضا بالعباد السياسية بالمستقبل ممكن أن تقسم إلى زونات معينة يعني أجزاء معينة ويكون هناك أيضا أنا أستبق الأحداث طبعا ممكن أن يكون قوات سلام في هذه المناطق لمحاربة داعش كأولوية وليس يعني لعمليات انتقال سلطة أو النظام أو لم أخري ممكن أن نشاهد هذه السيناريو فكلها مرتبطة مع بعض لكن أنا أقول الآن يعني أمريكا ضاربة بريكات رافعة لديهم مستسلمة بالنسبة للروس وتنسق عبر إسرائيل لعملية التنظيم الجوي والسيطرة الجوية لكن هذا غير كافي الحقيقة هنا على فكرة الهوتلاين بينهم الأمريكان الروس الأمريكان غير موجود بينهم الأتراك غير موجود وأعتقد التي تقوم بهذه العملية بوسطة إسرائيل اللافت أيضا كابتن أبو نوار يعني من يقصف من يعني أنت على ذلك الطيران الروسي الآن يقول أنه يقصف مواقع لداعش ولكن في الوقت نفسه أيضا كما نعلم جيدا يقصف مواقع تابعة للمعارضة السورية للجيش الحر تحديدا كتائب للجيش الحر تم قصفها من قبل الطيران الروسي وفي الوقت نفسه روسيا تقول نحن ندعم الجيش الحر لمحاربة داعش هذه مسألة المسألة الأخرى إسرائيل تقصف يعني مواقع وأهداف إما تابعة للنظام أو تابعة لحلفاء النظام الذي جاءت موسكو لكي تدافع عنه يعني مسألة معقدة إلى حد كبير خاصة على المستوى العملياتي وهذا صحيح مئة بالمئة يعني نشاهدها أنها فرضا اختيال قائد جيش الإسلام من قبل إسرائيل وخارج استخدم الصواريخ السايبر وهذه مداها القنابل بالطير لحالها بقى مجنحة بحوالي المئة كيلو قتلوا بهذه الصواريخ يعني وهذا مع العلم الروسي أيضا والتنصيق معها أي طائرة بالطير لأن شبكة الإس أربعمية والتلاتمية التي جابتها روسيا لسوريا هي تجبر الجميع بأن يعني ينصقوا معها من خلال إسرائيل هذا الذي يحدث اللي تفضلت فيه أخ مهند مئة بالمئة نلاقيهم بضربوهم في الريف الجنوبي في حلب وبنفس الوقت بساعدوهم بخرق الأجواء في الريف الجنوب في الريف الدمشقي فبالفعل يعني متناقض جدا لكن مفهوم اللي يعني واضح الرادارات بتشاهد الطائرات هذه تقوم الروس بضرب المعارضة الحقيقة وليس بداعش ترجمة نانسي قنقر